موسيقى موسيقى كلينيك صوت لبنم حييكم مشاهدينا ومستمعينا وينما كنتوا برفقتنا اليوم الحلقة رح نخصصها لموضوع يمكن منه كتير شائع ولكن هو موجود الاضطرابات الانشقاقية شو هي الاضطرابات الانشقاقية شو هي عوارد هل الاضطرابات من يعاني منها وهل من علاج لألا ضيف دكتور مرام الحكيم طبيب وعالم نفسي عييد أهلا وسهلا فيك دكتور مرام اليوم اخترت موضوع منه كتير شائع يعني الناس أكيد مش كلهم سمعين فيه صحيح هالمرض اخترته لأسباب أكاديمية الناس ما بتعرف عنه بس هو بيصير فولو أقلية عم بيصير معهن بس هالأقلية ممكن اللي حولهن يسيء فهمهن ممكن يحكم عليهم بشكل كتير سلبي وهن بيكونوا عم بيعانهم حالة مرضية حالة مرضية شو يعني انشقاك؟ يعني بنشق يعني يصير فيه انشقاك بالوعي الواعي الشخص بينشق بياخد ثلاثة أشكال الشكل الأبسط هو النسيان لحقبة بارزة من حياته أو حياته يعني فجأة هذا الشخص تحت تسترس معي عن أو شي من هالنوع بتسألي عن فترة زمنية حرزانة سنتين أشهر مدروح يعني ثلاثة زمان فيها تكون جديدة بعضها ولكون ناسية كلها طيب كيف من نفصل بين النسيان بين الألزهايمر كيف؟ هلأ النسيان للألزهايمر وكذا منعرف انه الشخص يعني بنسى من يوم ليوم ما بنسى حقه بكاملة بنسى من يوم ليوم مثلا بتسأليه شو أكل مبارح بمرحل مراحل ممكن ينسى بس أول بس الألزهايمر لا بيكون ناسي مرحلة طويلة شوي لا الألزهايمر بيبلش عادة النسيان بسيط بينسى الاسم بينسى الوجه أو شي وبتدرج لمراحل أصعب وأصعب ووحدة من المراحل ممكن ينسى مش الإشها الأديمي الإشها الجديدة يعني شو لابس مبارح وين كنت أولت مبارح المامري هذا الزاكرة الجديدة ما بتتثبت الأديمي بظلة سابتة لفترة طويلة لحد ما المرض يوصل لمرحلة متقدمة بالألزهايمر بس الألزهايمر نعتبره مرض نيرولوجي يعني نسيان أكتر من وخربطة بالدماغ وتدهور بقدرات الدماغ بجميع أشكالها الزاكرة بعدين الحكمة التفاهم يعني كله هذا مفاد بينما بالإترابات الإنشقاقية بالإتراب الإنشقاقية المرحلة الصغيرة يعني هناك ثلاثة أنواع أنا واحدة منه النسيان عم ركز عليها هذا النسيان بيكون الشخص واعي وبتذكر وبيقدر يعمل كل شيء والجوجمنت طبعه يعني القدرة على الحكم والإدراء والإدراء كلها موجودة بس بينسى فترة معينة لأسباب نفسية بيكون إما فيها تراما فيها مشكلة جرح نفسي بليغ شيء من هالنوع فبينسى حقب معينة والبقية كله منيح يعني القبله والبعد هالفترة هايدي بيكون كله طبيعي وبعمر صغير بحيالة عمر أكيد بحيالة عمر ممكن يصير هالشيء أشخاص معرضين أنه بس يكون عندهم سترس معين ويمروا بتجارب صعبة ممكن يصير فيه نوع من مثل ما الرقابة بتشطب يعني جزء من المقال هون جزء من حياته بينشطب كليا هلأ ممكن بعدين يرجع له لأسباب مختلفة أما صدمة أو بيصير بنحط بنفس الجو ما بنعرف كيف بس أيام بترجع له بشكل عفوي وقال لا إذا هالشيء ما في شيء علمي أثبت إنه ليش بترجع له هيدا الحقب أو هالفترة نفساني شو ما كان منه نيرولوجي لا هو بالدم ولا أوعية دموية طبعا دماغ ولا خلل بالدماغ ولا شيء كليا نفسي فهذا مستمي الأمنيجيا سيمبل أمنيجيا فبيصير النسيان لهالفترة ممكن نستعمل تنويم مثلا لرجع لهالفترة أحد الأساليب طيب غير النسيان شو اللي الدرجة شوي أقوى من هيك منسميها فيوك ستايت هذا الشخص مش بينسى حقب من حياته بس هو دائما بيعرف مين هو وكذا هذا الشخص فجأة كمان تحت ضغط معيان أو شيء من هالنوع ممكن ينسى مين هو يعني بتشوفيه ممكن ينسى عائلته ينسى شغله يحمل حاله يروح على مدينة تانية يبلش من الصفر ياخد اسم جديد مش عن أصد مش أنه هو مخطط ويبلش حياة جديدة يعني هك يعني عم تحكينا عن هالشخصية عن الاتراب كأنه فيلم كأنه فيلم مزبوط شخصية بالفيلم ايه لأنه هذا منه كتير يعني دارج قداش نسبتهم هالأشخاص كتير صغير يحدود الواحد أو شيء من هالنوع فهذا الشخص بنتهي بمدينة تانية بشغل تاني ما له علاقة ممكن يتجوز عن جديد ممكن يعمل عائلة جديدة يمكن وحفية 3-4-5 سنين عشر سنين يعني كل واحد شكل بس الظاهرة هي هيدي كمان هذا الشخص ممكن رجع له ذاكرته بعدة أسليب ممكن رجعه بالتنويم ممكن رجعه بالصدمة إذا صار في صدمة ممكن ترجع لحالة لأنه استرس معين غاب عنه وممكن تطول فترات متفاوتة ما بنعرف كيف فهذا الشخص ممكن يدوره على العائلة يبعثوا البوليس كذا 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 بعد بالصدفة بعد كم سنة يبين ببلد تاني أو مدينة تانية أو شيء من هالنوع ممكن أعمل عائلة جديدة يشغل جديد وشيء من هالنوع حتى يعني عم تقول عائلته عم تقول حتى بينسى عائلته حتى لو عائلته موجودة معه وحاولت أنه تذكروا ما عم بيعاني من ولا مشكلة صحية بينساهون بينسى كل شيء بتعلق بشخصه وشخصيته بينسى اسمه بينسى هويته أهله عائلته شغله كله بيصير في بلاقع هالشخصية هايدي فهون صار نشق الوعي للشخصية القديمة والشخصية الجديدة في غاق وارد تانية كمان لهالقطران لهالقطران الانشقاطية لا لأنه قلنا أنه تلاتة أنواع النوع التالت ياخد شخصية تانية مزبوط النوع التالت هو مثل الموفي هو تعدد شخصيات كيف يعني تعدد شخصيات يمضلك أنت مثل ما أنت اسمك نفسه وكل شيء بس بداخلك بالوعي تبعك في شخصية الأم في شخصية المزيعة في شخصية الاجتماعية في شخصية أيام تاخد اسم تاني أو عمر معين من الحقب تبعك مثلا بنت السبع سنين أو شيء من هالنوع فأحيانا كوني أنت بوعيك الكامل فجأة بتصيري عم تتصرفي من تحت تأسير الشخصية المعينة مثلا سبع سنين ست سنين أو شخصية المدافع ما بتظهر هلا ما بتظهر لبرة كيف بشكل كتير واضح أيام بتظهر بشكل واضح إذا حدا مثلا إجا يهددك أو شيء من هالنوع يمكن تاخدي كل شخصيتك تنقلب وتاخدي صفات معينة ما حدا بيعرفها فيك ممكن تصير كتير أجراسيف عدائية بس ما بياخد شخصيات تانية ما بياخد شخصيات تانية برانية بس بياخد شخصيات داخلية يعني ده شخصيات موجودة هي بشخصيته مزبوط يمكن بس هذول الشخصيات عادة مكون بلندت كلها يعني ملحومة ببعضها هون بتنفصل عن بعضها ففي الفيلم المشهور سبل كان فيها 16 شخصية هذول عمل لك شغل أفلام يعني بس هير حقيقة هيدا حقيقة دكتير خلينا نقول دكتير مرام الحكيم من خلال أرقامنا على 01325356 01121380 7611 02503 وأيضا من خلال الواتساب على 76611 021 السؤال البديهي ليش الواحد بيصير عنده الاتطلابات الانشقاقية صحيح الظاهرة هيدا بنشوفها عادة بحياة العادية بس مش بها الشدة هيدا بس نشوف شخص فجأة بيصفن شي محل هيكي بيكون قاعد مع ناس أو بيكون عم بيعمل شي بيصفن هيك بيروح فيها وأنت من بره بتشوفيه بتقول شو باك آه بيرجع هيك بيقول آه صاري ما حسيت حالي نفصلت شوي هيكي الوحيط طبعه ببطل بالمحيط طبعه ولا بالماضي ولا بالحاضر بتحسيه كأنه راح محل كأنه غريب عن شخصيته بس هو اسأليه لقلو شو عم تحس مثلا فهون الشخص بنسميه بيفصل أو مثلا فجأة بنتقلت اكزامبل تاني تشوفي ناس بيقولك أنا بيفصل شو يعني بيفصل أنا إذا واحد عمل معي هيك مثلا شي بيزعجه بيفصل بيصير كتير شرس وكتير كذا وهذا يلي كتير بعيد عن شخصيته العادية وكذا فنحن بالأيام العادية بس هون حسب الظرف يعني حسب الظرف عم بقول أنه في اكزامبل على الانشقاق ظاهرة الانشقاق يلي منى مرضية بس بتصير بالحياة العادية ايام بتكون عم توقي بالسيارة وما عم تفكري بشي وممكن تطلعي برات شباك مثلا وتبر بالترين يلي هو وبتحسي حالي رحتي محل هيك ما بطلتي واعي للمحيط طبعيك هذا نوع من الانشقاق بس هذا ضمن الطبيعي هيدا ليش بيصير يعني ليش الشخص هلا المرضي بيصير وقت لي بيكون في حقيقة معينة حوله يلي ما بدوا يشوفها ما في شي جيني ما في شي عامل ويراتي لا يمكن عامل ويراتي أنه تحت سترس معين بدلا ما يقلب لدبريشن أو انكزايت أو شي ممكن يقلب لديسوسييشن بس ل والكلمة بالأجنبي ديسوسييشن يلي هي الانشقاق أو التفارق بالعربي ترجمي هيا عموصية لأنه فيه سترس معين وما بد يواجه ممكن يكون وضع الشغل مثلا كتير مزعج أو وضع العائلة مع زوجته كتير مزعج أو أولاده أو الوضع المادي أو فيه عليه مسؤوليات كتير صعبة لسبب من الأسباب يلي بيكون إجمالا كتير سلبة عليه بيصير هالشي هذا مثلا الفترة اللي ممكن ينساها وتكون فترة مظلمة بحياته مثلا عطول بيكون فيها صدمة يعني أو الألزهايمر أو شي عندي وزارة شكرا الألزهايمر إله علامات معينة عسكان لدي شوية نسايين بس مثل على العصر الألزهايمر علاماته غير شكل مثلا الألزهايمر بيصير فيه تقلص بحجم الدماغ على الصورة وبيصير كمان المناطق الدماغ اللي فيها فراغات بتكبر الفراغات يعني مادة الدماغ بتكش شوي حجمه الكلي بكش ومناطق اللي فيها بنسمين البنتريكلس فيه أربعة منهم إني ما في خطر أنه سين عنديها الزهايمر ما اللي نحكي تيلها أهلا فيك خارج الموضوع أنا كل ما أمرق بسترس بفقد صوتي لأسبوع أو أكتر ملاحظة أنا معي في بروميالجية عم بتبعني معالجة نطق بس السؤال هل يوجد يوجد حل نهائي؟ حل نهائي ما فيه كل فترة بيطلعوا بفترة بلشوا بالأنتي دبراسنت يعني فيه كمان فويس ميسدج رأب انتهي بأربعة خمسة تسعة كمان منيخدو بس قبل ما ناخد بدي أرجاع لك دكتور مرام ذكرت أنه عطول بيكون فيه بينسى حقه بسوداء إذا فينا يعني من أو بيكون فيه ضغط معين بديو يهرب منه هذا الوقت اللي بياخد شخصية ويروحها غير بلد أو غير مدينة أو شي بيكون بديو يهرب من وضع معين بس هذا مين هنه الناس المعرضين أنه يصير عندهم هيك كل الناس بيمرقوا بفترة سوداء بحياتهم فترة صعبة بيصير عندهم سترس صدمي مين الناس المعرضين بس بدي وضح أنه الناس المعرضين ما عندهم مشكلة في دماغهم ما في مشكلة نيرولوجية نسيان ما نسيان لا مش هذا فهنه ناس معرضين اللي أنه يمكن ممكن يكون شوي وراتيا هنه من نوع الناس اللي تحت سترس معيا بدل ما يصير معه وسويس قهري بدل ما يصير معه صعوبة بالنوم وجع بطن إلى آخر بيصير معه حالة نسيان أو بدل ما يصير معه اكتئاب كامل فيمكن هن في عوامل استعدادية وراثية نعم ما أكتر من هذا أهلا بدي أحكي مع دكتور مارام الحكيم تفضل دكتور مارام تحياتي الكبيرة إليك ومتابعتي لإلك قديمة الله يخلي بالحزن أو بالفرح بحيث حالي حامل الورقة والألم مش الكمبيوتر وبدي أكتب أي شيء لو شعر لو غير شيء بس بتفرغ هالفرح أو هالحزن بشكل صارت متل عادة عندي لو كنت بشغل أو بترفيها أو شو ما كان هلأ بتعتبر هالشي هو علاج وكان عندي ملامع صوت لبنان خليني فيش خلق كنت عم طالب مع سيدة يا حبيبتنا إنو هالماي ما عم تجي بيعوكر مع اللي شيء لو ملحق فمتل هلأ أنا مش كاتب لك شيء لك إن شاء الله بحلقة تاني رزق الله وإسمه رحلة تينا حجسنا نهارنا وليالينا يورجو أكبر تحية للصديق المدير جعج بران تروي تيلة يورجو يورجو خلييا خلييا الشعر اسمعني شوي لحتى ما نيخد من وقت دكتور مرام بيقول لك بطارتني ربع ساعة وما حولتني لعندي أنا أنا ببعتلك رح أبعتلك الرقم ومنتواصل معك ومباشرة مع الكمانتين في سؤال فويس مسج بإطار موضوعنا اليوم لا لا بس في سؤال بدي يجاوبه الكتابة للشعر هي نوع مسميه سابليميشن هو بس واحد يكون عنده شيء سلبي نفسيا متألم واحدة من طرق الدفاعية النفسية مثل ما في واحدة اسمه دينايل يعني النكران في واحدة اسمه سابليميشن بحول هالألم تبعه لشيء إيجابي مثل أنه يعمل إنجاز ومنه الشعار هذا جوابي نسمع الفويس بونجور مدام سيدي بونجور دكتور مرام أهلا أعطي إيادك من دكتور مرام إنه الإدوية عادة اللي تختص بالقلب مثلا أو غير أمراض إذا كانت كتيري يعني عادة 12-13 دواء بالنهار هل بأسروا على الشيء اللي عم تحكي عنه وخاصا في بيناتهم إدوية مهدئة هل هيدا إلو تأثير على الشيء إلو شيء عليها مش على الظاهرة طبعا إلو عليها تأثير على النفسي ممكن يكون بعد الطرق ممكن يكون إنه إذا ضغط أشط كتير مثلا أكيد الواحد بدش يغيب عن الوعي بس هذا شيء موقعت كتير الإدوية النفسية فيه إلو تأثير إنه الإدوية النفسية بتأثر على الشخصية بطريقة المفروض تكون إيجابية يعني بتشيل عنه إما زعل معين لحتى يقدر يتصرف بشكل مختلف مش مختلف يعود لطبيعته أو إذا عنده خوف شديد غضب شديد شيء من هالنوع ونعطى دواء نفسي ممكن هذا الدواء النفسي يأثر عليه بالطريقة أنه يرجع لطبيعته ما يكون هو متأثر بالخوف وعم ياخد قرار من الخوف أو من الغضب طبعه بالنسبة للشخص يلي عنده ضغط بدي يعطيه أدوية من نوع الفاليوم الزاناكس وهالإشياء دول أو اللكزوتانيل هون مهدئة فتأثيرها أنه بتخفف الضغط اليومي على الشخص دكتور أرجع عن موضوع الاضطرابات الانشقاقية هل تتعالج إلى علاج؟ ايه الاضطرابات الانشقاقية فيه إلى علاج أحياناً هو التنميم المغناطيسي مسميه مغناطيسي إيحاء إذا بدك التنميم فيه يكون يرجع الزاكرة أو الشخص لشخصيته الأصلية أما يرجعه كلياً أو يرجعه لفترة أصيرة بس بيرجع للشخصية مخربطة يعني الوضع الشازي اللي هو فيه بس إجمالة إذا صار فيه تكرار لهالشي ودرنا نوصل لأنه نوصله بالمشكلة الأساسية اللي هو باللاوعي طبعه وهرب منه ساعتها ممكن يرجع يسترجع وضعه الطبيعي الشخص قالت من العوارد أنه بيرجع يمكن بيترك عائلته بأسس عائلة تانية بشخصية تانية هذي كيف التنميم المغناطيسي وبرجعه لحالته الأصلية بدك تلاقيه بالأول بدك تلاقيه بالأول يعني هون مش هو بده يجع عند الحكيم هون عائلته يمكن محيطه بده يكون حدا من معارفه السابقين شافه بغير ضائعة أو شي بيخبر مرته مرته بتروح تلحق بتعمل يعني استكشاف لتشوف وين هو وكذا وساعتها بيوجهه أنه أنت لك شخصية مثلا هيصير فيه خربطة بالأول خصوصا إذا عنده عائلة جديدة أو شي بس بالنهاية لنعالجه بدنا نعمل يعني تدخل معي من نوع التنويم وهيدا العلاج طويل للأمد يعني لا بس يرجع لوضع الطبيعي يمكن ياخد فترة بس يرجع وضعه الطبيعي تحت العلاج بيرجع خلص هلأ هو بيقرر شو بده يعمل طيب بس بيرجع على فترة معينة أم ما هو التروما أو الصدم اللي مارئ فيها كان مراحض بس نحطه بالتنويم نستعمل التنويم لطريقتين أول شي نعرض الزاكرى الأديمي طبعه يلي حاط تبلوك عليها وتاني شي نستعمل التنويم للفوت الداخلية التروما اللي هو هرب منه من حلها علاجيا يعني نستعمل التنويم لأسباب علاجية أيضا مش بس للتذكير فينا أكيد للكل بقول لهم التنويم مغناطيسي عنده قدرة يستعمل لعدة أشياء في حسن الزاكرى في حسن البرفورمس للرياضيين وكمان فينا نستعمل التنويم لأشخاص اللي عاملين بلقع العلاج النفسي ومنستعمل التنويم في عدة استعمالات لألو بس من لنا العلاج النفسي عنده آخر مذيخالي ألو أهلا تفضل ألو يعطيك العافية أهلا فيك الله يخليك بدي أحكم مع الحكيم يعطيك العافية أهلا وسهلا تفضل حكيم أنا عمري سبعين سنة الله يخليك الله يخليك يا رب إشيا مثلا صارت معي وأنا عمري ثلاثة سنين مثلا مرة ثلاثة سنين كان عمري عملت حريقة بالبيت عندي جد بتذكرك أنه هلا صحيح وأمرار مثلا هلا أمرار هلا مثلا بيكل مثلا اليوم بتغدى عبكرة تاني يوم بدي أتذكر شو تغدىت بنسى صحيح طبيعي مثلا الشخص شخص بعرفه منيح منيح وبعرف اسم عائلته بدي مثلا حدا بيسألني عنه بقول له إيه فلين اسمه بتروح عمري روح اسمه بتضلش خمس دقائق عشر دقايق أمرار ما بتذكر أمرار بعد فترة زمنية مثلا شي ساعة ساعتين بتذكر هيدا دليل عشو نعم بداية النسيان عنده شو شو يعني بداية النسيان فيها تكون عدة أشياء فيها تكون الأوعية تبع دماغ فيها تكون ألتهايمر بدي يشوف حتى يفصل لأن فيه أنواع تعالج مثلا إذا عنده ضغط دم مرتفع جدا أسر له على الأوعية دماغ تعالج إذا عنده صار عنده ميكروبي فاتت على دماغ مثل حرارة قوية بتتعالج إذا مثل ما هو بشكل حياة العادية بلش يصير أنه يتذكر الزاكرة القديمة بينما الحديث عم تضعف هذا بداية النسيان العادي ممكن يكون جزء من ألزهايمر جزء من ألزهايمر بدايات أيوة إلا إذا فيه أسباب إنفكشن لدماغ فيه أيام الباركنسون إذا عنده مظاهر تانية لباركنسون ممكن يكون عم ينسى يعني فيه عندنا الأمراض طبع دماغ نسميها وبيجي فيه مع النسيان أو بتيجي بشكل الزايمير أو بتيجي بشكل نسيان بتعلق بالدماغ أما الأوعية الدموية أو الأكسجين أو إذا عنده سليب أبنية إذا بيقطش نفسه بالليل مثلا حتى ما قلنه ممكن شكرا لك دكتور مرام الحكيم طبيب وعالم نفسي عيادة أهلا وسهلا فيه نفسك نفسك بشكر كمان الأصدقاء المشاهدين والمستمعين اللي اتبعوا حلقة اليوم من كلينك